عايز اقولكم النهاردة كمان حصلت يعني هي مش مفاجأة هو يبقى نادي أرسنال نادي كبير بس عايز اوريكم اللي حصل لتشيلسي يا جماعة تشيلسي هو بطل دوري أبطال أوروبا الشامبينز ليجي الموسم الماضي تشيلسي بعد حرب أوكرانيا وروسيا طبعا رجال أعمال الروس ابتدوا يبيعوا بقى أنديتهم يعني زي واحد رئيس نادي تشيلسي ده بقى له سنين وسنين هناك أجبروه على بيع النادي وطرح النادي للبيع وابتدى عدم الاستقرار في نادي تشيلسي وده اللي احنا كنا بنقوله على نادي الزمالك برحيل مجلس دارة ومجيء لجان مؤقتة ولجان غير منتخبة والأحداث اللي حصلت دي أدى إلى عدم استقرار نادي الزمالك يعني شوفوا شوفوا فرق كبير قوي بالنادي مستقر في كل حاجة ونادي يعني تشيلسي بجلال اللي تقدروا اتغلب شوفوا وطلع من دولي أبطال أوروبا النهاردة بيتغلب من أرسنال على أرضه 3-2 فيعني نتائج صعبة جدا للأندية 4-2 سوري ده كمان اتغلب 4-2 سوري انا كنت سايبهم 3-2 وأرسنال جاب له الهدف الرابع سوري